بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المصرفين مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صحتك في العيد النهاردة أولا كل سنة وإنتوا طيبين كل سنة وكل الشعب المصري والشعب العربي والعالم كله في صحة وسعادة وربنا يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وربنا ينعم على الأمة العربية كلها بالأمن والسلام وربنا سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام يرفع هذه الغمة وهذا البلاء عن الأمة كلها مشاهدين إحنا دايما يعني مناسباتنا دايما وأعيادنا مرتبطة بالأكل إحنا خارجين بعد 30 يوم مستنين ناكل كحك وبسكوت وبتيفور وفسيخ ورنجة وبط ووز وحمام وحاجات كتير جدا يعني دايما مناسباتنا مرتبطة بالأكل لكن الأكل ده في كتير جدا من الأحيان بيعمل أضرار صحية كتير جدا النهاردة هنتكلم تحديدا عن مرضى السكر ومرضى الضغط إزاي يأكله؟ مريض الضغط ينفع يأكل في سيخ ورنجة ولا لأ؟ مريض السكر ينفع يأكل كحك ولو كل يأكل بكميات قد إيه؟ هنتكلم عن هذه المواضيع بالتفاصيل وإيه الإحتياطات المفروض نتبعها في العيد علشان إن شاء الله يمر العيد وإحنا فيه يعني أتم صحة وسعادة وما يأثرش أكل الكحك ولا البسكوت ولا الفيسيخ ولا الرنجة على صحتنا بشكل عام لكن دعوني في البداية أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الدكتور سيد المر استشاري البطنة أهلا بك يا دكتور سيد كل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية كلها صحة وخير وسلامة وربنا أعيده علينا بالخير كده يا رب إحنا والأمة العربية كلها والأمة الإسلامية يا رب يا رب وكل العالم يعني يا رب يا عم السلام العالم ومصر تنعم بالأمن والسلام وربنا يرفع البلاء ويرفع عندنا هذا البلاء وهو الكورونا كورونا ربنا يا رب عافينا كده يا رب ويرفع البلده كده عن العالم كله يا رب يا رب دكتور سيد زي ما أنا قلت في المقدمة إحنا نهاردة بنتكلم عن صحتك في العيد إزاي لا يأكل في العيد لو إحنا بدأنا بمريض الضغط إحنا عارفين إن إحنا طول شهر رمضان بنأكل بقى لحوم بشكل مختلف وزي فؤاد مواندس ما كان بيقول الأصاني من فحفحها والكستري تم مشوحها والحاجات دي فإحنا عايزين نعرف الناس بتخرج من العيد حبة تأكل في سيخ ورنجة تمام مع إن إحنا عندنا ده يعني السمك يخزنه بشكل معين ويبقى وحش ومعفن ويقوله عرف سيخ تمام فإحنا عايزين نعرف الناس إزاي نأكل لو حبينا نأكل يعني خاصة المريض الضغط يأكل إزاي من غير ما يسبب له أي أدرس صحي تمام هو طبعا للأسف إن إحنا عندنا عادة والعادة دي عند كل المصريين مش عند حد معين يعني أو نقول مثلا ثقافات أو حاجة لا يا ثقافة المصريين كلها عمتا بتبقى في الأعياد وفي المناسبات مرتبطة بالأكل فإحنا عارفين مثلا في العيد الصغير مرتبط بالكحك والبسكوت والقريبة والحاجات اللي هي الحلويات اللي بتبقى موجودة في العيد اللي هو في عيد الفطر معاها بيبقى الفي الفيسيق لأن المريض بيبقى طالع من رمضان مش طول الشهر ما يعرفش هيكل الحاجات من دي علشان طبعا بتبقى فيها نسبة ملحة عالية وبتعطش وبالتالي مش هيكل الحاجة في شهر رمضان بيبقى طالع من رمضان متشوق قوي لأنه يأكل الفيسيق أو الرنجة أو الحاجات اللي تمام طبعا بقى في العيد الكبير بقى برضو اللحوم اللي هي ده بقى يحبقوا كده علشان عيد الأطحى وكل أنواع بقى للحياة وكله بقى بيأكل برضو محمد الحاجات اللي تمام فبقى بقى فيها نسبة دهون برضو عالية وكلها كل للأسف إن العداد دي مرتبطة بينا وكلها مضرة للصحة عند بعض الناس اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة هم أصحاب الأمراض المزمنة اللي هم مرضى القلب مرضى الضغط مرضى السكر تمام مرضى الجهاز الهضم القولون وارتجاع المريء والحاجات دي كل دول ممكن يتأثرهم بالغيزة تمام يعني لو احنا تكلمنا يا دكتور مثلا عن الأكل في سيخ والرنجة تحديدا عشان ده تزم حقيقة قلت تفضلت وقلت أنه يعني أكتر حاجة الناس بتبقى مقبل عليها في العيد أكل في سيخ والرنجة بعد 30 يوم بعد للأسف أه للأسف بعد 30 يوم بمشتقين للفيسيخ والرنجة وخاصة كمان شام النسيم جاء في رمضان والناس اللي متعودة تاكل الفيسيخ في شام النسيم معرفوش يكلوه فمأجلوه للعيد فبقى العيد أعيدين عنهم فهيفتروا في العيد يعني تمام هو بقى لوموا الحقات البصل والفاهمي فدي برضو من العادات اللي هي دي بس طبعا من العادات اللي هي بتاعة المصريين موجودة الفيسيخ بيبقى خاطر جدا 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 على مريض الضغط ليه؟ لأن مريض الضغط معروف أن أي ملح اللي هو ملح الطعام العادي اللي هو ملح السوديوم ده بيعلى الضغط ده بيعلى الضغط عند مريض السكر الثاني حاجة أنه هو بيعمل حاجة اسمها وتر ريتينشن اللي هو تغزين للمية داخل الجسم فده بيعمل أوفر لود على القلب وكده فبيأثر على عضلة القلب كمان فمشكلة المريض اللي هو بتاعة الضغط المفروض أنه يعني يبتعد عن الفيسيخ تماما يبتعد تماما يعني حتى ما يأكلش في بموته ليلة يعني إحنا مش عايزين نحرم حد برضا دكتور بصلا دكتور مش موضوع حرمان هو لا فيه مرضى ممكن أدي لهم نسب معينة يعني يعني يا قلت له مثلا حتى من نفسه يعني حاجة كده بسيطة بس ده لازم يكون عمل لنفسه جدول كده بيتابع الضغط فيه يعني إيه؟ يعني كل يوم مثلا بيقص الضغط بتاعه عارف أنه ضغطه مع العلاج اللي هو ماشي عليه ومرض مزمن فبالتالي ماشي على العلاج يوميا فالضغط اللي هو ماشي عليه لو ضغطه مثلا 130 على 80 120 80 130 على 90 أخصاها لكن لو عد بقى وصل 140 90 فيما فوق 150 150 على 100 160 على 100 لأ ده ما ينفعش فأشفه الخلزة لأ نعظر معاه ونقوله ونجمله ونقوله لا احنا مش هنحرم ومش هنمنع لا ما هو لازم في الحالات اللي زي ده لازم أخاف على المريض بتاعي لأنه لو دخل في الضغط اللي هو علعن كده ممكن يصل متاناته وده خطير جدا 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 ممكن يعمل له الزيف ممكن يعمل له مشاكل صحية أكبئة جدا وكامل يأثر على حيوية الشرائيين بتاعي مع الوقت يحصل تجلطات لأقدر الله فده طبعا نحن ن Incredible وبرضي نفس الكلام ده على الرنجة يا دكتور يعني في ناس مثلا الرنجة أقل ضررا شوية من الفيزيخ لأن نسبة هي بتبقى عدبة شوية ونسبة الملوحة اللي فيها أقل من الفيزيخ لكن الفسيخ مشكلته إن نسبة الملح فيه بتبقى عالية جداً 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 فبالتالي مريض الضغط لما بيقودها لنسبة الأملاح عنده بتزيد قوي فبالتالي ضغطه بيعلى فده بيبقى خطر على صحاته خطر على حياته لأنه ممكن لو ضغطه ممكن مريض سكر ما بيقص ضغط ومش حاسس بأعراض دي بتبقى مشكلة كبيرة جداً لو كان الفسيخ ممكن ساعتها تلاقي داخل الطوارئ ضغطه 220 على 160 ضغطه 32 على مش عارف إيه وفي الحالات اللي زالة لما بديله حتى لازكس أو بديله حبات تحت اللسان وحاولها مدرات البول اللي هي أصلاً الملح يعني عمل ووتر ريتنشن أو احتباس للمية فأنا بنزله المية دي علشان الضغط بتاعه يبدأ يهدف يبدأ يتحسن تمام هو بتحسن الضغط بتاعه بس بيحس بعدها بإعياء شديد وأتعبان وبعدها ممكن برضه يعمل له برضه مشاكل صحية تانية وعلى فكرة برضه مش الفسيخ بس اللي ضرر برضه مع المريض بتاع الضغط حتى الكحك والبسكوت برضه مضررين مع مريض الضغط ليه؟ ليه بقى؟ مع أن الكحك والبسكوت مفيوش ملح لا مفيش في ملح هو سكريات بس سكريات لو جينا نشوف المكونات بتاعيتها اللي هي بتحتوي على نسبة دونة عالية جداً لأنها تتعامل من السمنة مع السكر مع المكونات تحتوي على الزيت اللي فيها اللي هو السمنة اللي موجود فيها وكده ده بترفع نسبة الكوليسترول في الدم طبعاً نسبة الكوليسترول مرتبطة بمريض الضغط مرض الضغط طبعاً بعمire هيلبركجيستروليميا اللي هو الارتفاع من يسبس الكوليسترول في الدم ودون السلسية كمان ودون السلسية بتاعها برضو معاها بالزبط كده تمام فدول بيأسروا على الشرايين بيعملهم تصلب شرايين تصلب الشرايين ده بيزود strings بيقلل leringityr施يدي بتاعت اللي هو اللي هو Landesïsti allegedly المرونة بتاعت الـP حتى مرض الضغط دايماً بongرتبط б كوليسترول وبنخليه تبع الكوليسترول كل فترة أو لازم يعمل تحليل الكلسترول كل 3 شهور علشان نديله علاج تمام لي وفيه مريض حتى بيبقى الكلسترول بتاعه كويس وأنا بخاف عليه من حدوث جلطات أو حدوث مشاكل في القلب أو كده بنمشي على علاج الكلسترول على طول تمام؟ تمام فالمريض بتاع الضغط فيه محزير بالنسبة للرنجة والفسيخ الرنجة بتبقى أقل ضرر شوية فلو ضغطه مسموح أنه أكل ممكن يأكل حاجة من نفسه كده جزء صغير حتى الرنجة اللي مش مملحة يا دكتور يعني فيه رنجة ما فيهاش ملح خلص برضو بقى نسمة ملح لأنها برضو طريقة يعني طريقة تخزينها أو طريقة تخزينها أو طريقة صناعيتها عامة لازم يكون فيها ملح لأنها برضو آي نعم ودخن وكده بس فيه ملح طبعا فيه نسمة ملح بس هي أقلم الفيسيخ طبعا أقلم الفيسيخ الفيسيخ بقى فيه مشكلة تانية على فكرة غير بقى مرض الضغط والسكر والحاجات دي أن الطريقة بتاعة التمليح بتاعته نفسها لما بيحطه الملح وكلام من ده ممكن السمك نفسه بيجي فيه بكتيريا بتحصل أنها ممكن تبقى موجودة فيه بكتيريا موجودة في الفيسيخ نفسه اللي هي البوتيوليزم آه تمام ده بتعمل تسمم طبعا ده فاطرة بتعمل تسمم على طول آه ولو متلاحقتش بسرعة ممكن المريض يروح وحتى مصلها غالي جدا يعني المصل نفسه غالي جدا بالضبط مصلها غالي وممكن اتعدى على مريض يعد فترة يفكرون أنه بس كده أثر جانب شوية تلبك معه أو دقيقة لأن المرض بيحس بإيه بيحس بألم في البط ممكن إسهال ممكن ترجيع تمام لكن أكتر حاجة بقى بتهمها في البوتيوليزم وبننصح لأي حد مش مريض ضغطة أو سكر أي حد يكل في سيخ تمام وزار عليه شوية أعراض الأعراض دي لازم بيروحها لمستشفى بسرعة عشان يتلحق بسرعة ايه هي بيحصل نشفان في الريق وتلاقي حلقه نشف خالص مش قادر يقول عريقه ممكن حد يقول دم الملح ممكن حد يقول دم الملح أو الملح لكن بيبقى معه أعراض تانية الأعراض تانية بيبقى فيه تنميل حوالين الشفايف ممكن نحمر رفل لش شوية وبحصل تشنجات حوالين العين تشنجات حوالين العين ويحمر رفل عين ويحمر رفل جلد كمان وجفاف في الحل ويبقى فيه تنميل حوالين الشفايف كده تمام لو حسب الأعراض دي لازم يروحها لمستشفى على طول بأقصى سرعة يعني بأقصى سرعة لازم عشان يتلحق تمام في الحالة اللي زي اللي بقى محليل ومضادات حيوية ممكن ياخد مثلا حاجة مطاهر معه أو حاجة ويتلحق إن شاء الله لكن لو ما تلحقش مشكلة لو ما تلحقش فترة بسيطة جدا ممكن يروح مننا حتى لو مش مرضي الضغطة أو سكر فالفسيخ فيه شوية برضو مخاطر علي تحفوظات علي تحفوظات شوية فأنا بصراحة يعني ايه؟ يعني سوري ببقى سيء جدا وفي الآخر وروحتم عفنا وقولوا ده ده سمفسيخ وفي ناس بتحبه فعلا يعني في ناس بتحبه فعلا يعني في ناس بتحب الفيسيخ فعلا وبيعملوا بقى طرق مختلفة بقى ويجيبوا اللمون والبصل اللمون بقى والطحينة انت لو نزلت السوق لو زلت السوق هتلاقي الناس مركزة على البصل وعلى الفيسيخ والرنجة يعني حقيقة بتقولي إن مريض الضغط ممكن يأكل رنجة لكن ما ينفعش يأكل فيسيخ المشاهدين المريض الضغط يبقى عنده تحفز في أكل الفيسيخ والرنجة ممكن يأكل الرنجة بس بكيمياته وليلة لكن يستحسن انه يبعد خلص عن الفيسيخ تمام والفيسيخ والرنجة ده برضو ممكن يكون له علاقة بالناس اللي عندهم قولون عصبي أو قولون مزمن أو تقرحات في القولون طبعا طبعا هي موضوع قولون على فكرة هو موضوع individual يعني بيختلف من شخص للتاني يعني ممكن مريض مثلا بتلاقيه جاي العيادة مثلا بيشتكي من ألم في القولون ولك أنا شربت شوية لبن واللبن تعابني جدا أنا بخدت لبن حسيت بنار كده على سدري وألم في فم الماء ده وحرقان فظيئ بالرغم إن فين مرضى تانيين بنفس الأعراض وعندهم نفس التشكيس اللي همع المشكلة اللي عندهم ياخد اللبن رايحه لبن برتاح جدا عليه فإن ده بتختلف من واحد للتاني في واحد بقى الألبان والجبن بتعمل مشكلة في القولون عندهم وواحد تاني بيتريحه في واحد تاني بيبقى المشكلة عنده في البقليات زي الفول والفصولية واللوبيا والحاجات دي تمام في واحد تاني بيبقى عنده مشكلة في الحاجات الاسبايس اللي هي الشاطة والفلفل والحاجات المسبكات والحاجات اللي فيها زيوت وحاجات مين دي لما بيخدها بيتعب القولون عنده بانتفخ تمام بيحس بانتفخ في البطن جامد بيحس بامتلاق في بطنه بيحس بألم فم المادة بيحس بإنه فيه إحساس بتاريجها اللي هي النوزية دي وبيبقى معاها برضو شوية حلقان كده على المادة لان دايما ارتهاب القالون بقى مرتبط بالاتهاب المادة ومرتبط بارتجاع المادة تمام الفيزيخ ممكن يعمل موضوع ده الحاجة التانية هو ممكن يعمل برضو مشاكل في المادة أعمل زي ما قالت الحضرتك ممكن يسبب اسهال وترجيع وحاجات من دي تمام ممكن يسبب البوتيوليزم برضو حاجة برضو في الجهاز الهضمي فإذا بيأثر الهضمي بيأثر الهضمي احنا عايزين الناس تعايدوا هي موصوطة مرضو يعني. لا ما احنا عايزين يعايدهم هم عشان يعايدهم موصوطين. مش عايزين نحرم الناس قوي. انا مش انا مش اه مش بقول لهم يعني. اه. مش بقول لهم حرموا نفسكم وكل حاجة. هو كل واحد في موضوع القولون بقى طبيب نفسه. اه. لو هو حاس انه بياخد الحاجة دي وبيرتاح عليها خلاص ياخد مش هقولك لا. اه. انت زي ما حقيقة قلت في الاول كده الناس. الناس مستنية يعني جا شم النسيم في في رمضان. ومستني. فمستني ب بقى ياكل براحته. طب في واحد بياخد البصل لدكتور بيتعب. بيجي له انتفاق في القولون وبيتعبه جدا. اه. وفي واحد بياخد بصل عادي. يعني لك البصل ده متعب جدا ليه. طب الفسيخ بالبصل هيتعبه. اه. وهو دايما مرتبط به. يعني دايما بيأكل الفسيخ بيأكل مع بصل. اه. بصر. لو الفسيخ يفعش من غير بصل. اه. بالزبط. والرنجة برضو بلازم يأكله معها بصل. اه. بالزبط. فالحاجات اللي بقى عليها برضو شوية ايه. مح ووش تأثير قوي على القولون. يعني مرتبط اكتر بمرضى الضغط. لكن حقيقي بقى. انا دي معلومة بالنسبة لجددة خبض. لأ مرتبطة بلازم. انه الفسيخ برنجة برضو بيأثر على مرضى قولون والتعبات المعدة. والناس اللي عندهم قرح معدة نفسي مشكلة برضو. نفسي مشكلة طبعا. بيزود القموضة معهم واللمون اللي بيتعصر بيزود القموضة معهم. فبالتالي برضو بتعملهم برضو مشكلة برضو. رتجع مريء. فبيتعبهم لحد المعدة. يعني يعني م مريض القولون أو اللي عنده التعبات في المعدة أو اللي عنده قرحة معدة يأكل بس بكمياته ليلة؟ هو يعرف الحاجات اللي بتتعبه إيه وبيتجنبها تمام؟ لو الحاجات اللي بتتعبه بالجنب بتعبت كلنا عالفين إيه اللي بتعبنا وبرضو المعمل للأسف 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 خطة بتاعتنا كده اللي نفسنا فيه بنعمله وبعد كده نروح ناخد الحباية ونتعبه نروح ناخد الحباية بتاعة العلاج وخلاص بس ده طبعا مش مصصح بصراحة طب وكحكوا والبسكوت بقى والبيتفولية بطول؟ برضو يتعبوا برضو النفس مش كيعمل مش كيعمل في قولون المعدة؟ طبعا متسبب انتفاخات في البطن علشان الزيوت اللي موجودة فيها والدهون اللي موجودة فيها قدي برضو تابعوا والسكريات السكري برضو بتنظمش حركة القولون المعدة الثاني حاجة أن مرض القولون اللي بقى طالع من العيد صايم 30 يوم 30 يوم دول كان القولون عنده مرتاح بيصوم 16 ساعة في اليوم فالقلون عنده متاحور لما بيأكل بيأكل مرتين في اليوم اللي ما في طوروس وفي ناس ممكن تأكل مرة واحدة كم من ممكن ممكن الأكل حتى بيبقى بسيط ولو نقنا حتى في وسط طوروس صحور برضو بيبقى حاجة بسيطة تمام فبالتالي بقى منظم أكله ثانية حاجة أكله بيبقى في معاية سابتة الم οι الاكل في معاية سابتة ده برضو ينظم حركة القولون ما ده طالع و بiformادة تمام طبعا ويعود بأي زاود في الحاجات دي دي مشكلة هو ممكن وبعدين في مشكلة تانية أنه ممكن المريض اللي هو برضو الكحكي والبسكوط على فكرة من الحاجات اللي هي ايه اللي لو واحد مش مريض ضغط ولا سكر يعني مش مريض حاجة يعني موفيش علامة حزير أنه هو يأكل معنش أي مشكلة صحيحة معنش مشاكل لما بيأكل حيث بيأكل مثلا كحكي بنسب معينة أو بسكوط بنسب معينة طبعا يفقى سعرات حرية كتير تمام فبتتالي بتحتاج لنسبة إنسولين عالية عشان تحتاجها فنسبة سكالات عالية تمام فالسكالات اللي بتدخلها طبعا دي بتدي مؤشرات للبنكراس أنه يطلع للبيتوسيلز إنها تطلع إنسولين زيادة فالإنسولين اللي بتفرز علشان ينزل معدلات السكر في الدم بتفرز بنسب كبيرة جدا فلو بتفرز بنسب كتيرة جدا بيحرق السكر اللي موجود يبدأ المريض لما يتحرق السكر اللي عنده يحس بإيه يحس بالجوع فيحس إنه عايز يأكل تاني فليعد يتلاقي طبق مشاهي كده قدامه وبتاع تمام فيه غريبة وفيه سبل شكله حلو وفيه بيتوفور شكله حلو يوم أكله كم واحدة تمام فيأكل كم واحدة يبدأ بعد كده البنكرياس يطلع برضو تاني فيحرق الكمية دي فتلاقي المريض اللي عايد يأكل سكريات عايد يأكل سكرات باستمرار تمام وفي نفس الوقت هو حاسس بجوع ومش حاسس إنه شبعان فعايد يأكل يأكل فبتلاقي بعد كده يحصلوا بقى انتفاخ في الباطن يحصل طلبك معوي بتضر حركة الأمعاء كمان تمام والناس كمان اللي حب إنها ما تزيدش يعني رمضان كان فرصة كويسة إن الناس تخس الناس اللي حب إنها تخس يعني فبعد بس فيه ناس والله بيتزيد في رمضان برضو لإن بيبقى فيه برضو أكل وعدم حركة يعني ممكن يتصحروا يأكل و بعدها يضرب و بعدين يأكل كنافة بتاعه هذا الفطرور باشي ما أكلنام شوية فبتلاقي كل الحاجات دي ممكن تزود الوزن الثاني حاجة ببقى في الفترة بتاعه بالليل بيحزز بحلمان طول النهار فممكن يأكل أطايف وكنافة وغير بقى الأكل بتاعه ويأكل ما بقاش صح ما بقاش فيه أي كنترول على أي حاجة فممكن بعد رمضان تلاقيه طلع وزنه زايد فيه ناس ممكن تطلع من رمضان وزنها مثلاً زايد 5-6 كيلو قبل رمضان لا فيه ناس كمان بتعدي وفيه ناس بتعدي بس بكلم يعني في العادي يعني لو مثلاً بيزنه 5-6 كيلو كده على الماشي كده يعني في رمضان احنا كمان في ريفنا الجميل احنا عندنا عادة جميلة جداً يعني بعد صلاة العيد الناس بتروح يعني تعيد على الناس تقولهم كل سنة وانتوا طيبين فتلاقي بقى الصينية طالع عليها عليها بقى الأورس يا باشا وعليها في الجبنة الحدقة جنبها والبيض يعني كرتونتين 3-4 فالناس بتضرب يا باشا وبعدها يقول ان انا عندي وضة ومنتفخ وتعبان طب نقولهم يعني ياكلوا برضو بس بكميات قليلة هو اللي اعتدال في الأكل يعني مطلوب معين تلاقي بقى الصينية التانية اللي هي فيها الكحك والبسكوت واليبه والبيتوفور عشان يحلي بعد كده ممكن يتغدى بط بقى بعدها لا يضرب فسيخ ورنجة ممكن لو فسيخ ورنجة في العيد والله العدد دي كلها لازم نحنا برضو يكون عندنا ثقافة التغذية لان ما فيش مريض سكر او مريض ده هيتعالج بحباية بس تمام يعني المريض لازم له حاجة اسمها هناخد بس اتصال اتفضل استاذ راشا استاذ راشا ايما حضرتك ازايك يا فندم ازاي حضرتك الحمد لله استاذ راشا بتقدم بالنمج احوال مصرية احوال مصر عندنا هنا في القناة اهلا بيك وكل سنة وحقيك طيبة هلو انتصال انقطع استاذ راشا ايو استاذ راشا كل سنة وحديك طيبة يا فندم كل سنة وحديك طيبة كل سنة والأمة العربية كلها بألف خير يا ريت بقى بتعملي ايه في العيد تقول لنا كده يعني السيستم بتاعك من اول ما تصحي من النوم الصبح علشان الصلاة وبعدها بتعملي ايه في يوم العيد والله انا يومي مختلف وعيدي مختلف جدا اه انا طالبة في كلية أعلم والله الفرقة الأولى اه تمام وبذاكر عشان عندي امتحانات طبعا احنا داخلين في ضغط كبير جدا في الامتحانات اه امتحانات بعد العيد مباشرة بقى امتحانات بعد العيد اه امتحانات الميت ترم بعد العيد مباشرة امتحانات الميت ترم اه ندخل في الفاينال اه تمام فطبعا ما فيش وقت بالنسبالنا للعيد العيد هو الامتحانات اه بس ان شاء الله راجعن لكم بعد العيد ان شاء الله تجعل برنامج كمان بتاع حضرتك مميز جدا جدا يعني واحنا بنحييك عليه مش عافين الفترة اللي بعد العيد بقى يعني هيبقى فيه تطور في البرنامج هيبقى شكل البرنامج لا اكيد طبعا ان شاء الله هيبقى فيه تطور كبير جدا اه فيه استفادة للشباب اه تمام المجتمع المصري كله ان شاء الله هنقدم له مادة مفيدة تخص كل بيت في مصر زي ما احنا متعوضين طبعا لكن هيبقى فيه اهتمام اكتر بفئة الشباب اه وهيبقى فيه مفاجأة جميلة جدا لكل الامة العربية والاسلامية والمصرية خاصة اه في الفترة القادمة ان شاء الله ان شاء الله ممكن نعرف المفاجأة دي ولا صعب نعرف اي حاجة عنها لا المفاجأة هتبقى على الهواء على الهواء هو مشروع مشروع ان شاء الله اه مفيد جدا لشباب مصر كلها ومشروع عملات دولة بس للأسف محدش يعرف عنه حاجة اه مشروع مفيد للشباب كلها ومعانا هتبقى معانا ضيفة من احدى مباني المحافظات تمام هتقدم مشاريع للشباب مجانية هم وهيكون في فايدة لكل الشباب باذن الله انت برنامج حقيق اصلا من البرامج المتميزة جدا 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 فنحيكي عليه وكل سنة وحضرتك طيبة برسي جدا وكل سنة وحضرتك طيبة وانا كمانا لحضرتك تقضي وقت سعيد في العيد يعني مش لازم نذاكر قوي قوي يعني انا لازم برضو انا استمتع بوقت العيد واخبار الكحكو والبسكوت ايه مع حضرتك بقى لا انا عندي ضايت بعمل ضايت فطبعا الكحكو والبسكويت واحدة بس في اليوم بالعافية يعني واحدة بس اكيد واحدة يعني ولا حاجة بتشجع المشاهدين انهم ما يكلوش قوي يعني لا هو الكحكو والبسكويت جميل بس مضر جدا مع الكترة اه تمام تمام الدكتور سيد لسه بيقول لنا عن الموضوع ده يعني ان المفروض ناكل بس ناكل باعتدالي حتى للناس اللي ما عندهمش اي مشاكل لا في كل حاجة طبعا لان اللي ما عندهش مشاكل دلوقتي الكسر هتعمل له مشاكل فيما بعد اه بالزبط 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 كل سنة وحضرتك طيبة وشرفتينا واحنا انا سعيد جدا بالمدخلة الجميلة دي وكل سنة وحضرتك طيبة بالف خير والاستاذ نصر الشاهد وكل فريق القائم على عمل القناة كل سنة وحضرتك يا فندم وشرفتينا شكرا كل سنة وحضرتك طيبة دكتور سيد لو احنا تكلمنا عن مريض الضغط ازاي يأكل سواء الفسيخ والرينجة والكحك والبسكوت احنا كمان عايزين نتكلم بقى عن مريض السكر ازاي يأكل ده اللي يهبينه قوي لان طبعا الكل الحاجات اللي بتتقدم في العيد كلها سكريات صح فاحنا نركز قوي على الكحك والبسكوت والبسكوت لا ومريض السكر طبعا لازم يخلي باله مش بجد مش بستهتار لان مريض السكر محتاج ثلاث حاجات للعلاج بتاعه اول حاجة العلاج بتاعه ياخده بانتظام سواء كان نوع اول او نوع تاني طبعا السكر معروف انه هو نوعين في النوع الاول اللي هو بيعتمد على الانسلول الخارجي اللي هو بياخده المريض او النوع التاني اللي هو بيعتمد على الاورال اللي هي الحبوب اللي بتعمل هيبوغلاسيما اللي بتنزل للسكر فسواء كان نوع اول او نوع تاني ده محتاج انه هو يكون ماشي على العلاج على حسب ما الطبيب اللي هو الاستشاري اللي معاه منظمه له فقديني مراوحة نمرة اتنين للمريض بتاع السكر لازم يخلي باله كويس جدا 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 من الأكل بتاعه لأن لو أخذ الحباية وكال اللي نفسه فيه فهو ما عملش حاجة لأنه ممكن يأكل ويشرب كل اللي هو عايزه يأكل سكريات يأكل دهون زي ما هو عايز دي مشكلة كبيرة لأ السكر بتاعه ما بنزلش حتى لو أخذ علاج برضه ما بعملش حاجة تانية حاجة للمريض لازم الرياضة ولو ما يقدرش يعمل الرياضة يبقى لازم يتمشى لازم يمشي يعني يتحرك يروح شغله يمشي شوية لو مش قادر يروح جيم يتمشى يلعب حبا مع حد يمشي شوية مع حد لو حتى ماشي بس فهو التلف حاجات دهون مهمين جدا أبصد حاجة ماشي الماشي يتمشى يعني نص ساعة كده ولا ساعة في اليوم الماشي العادي دكت لا ماشي سريع لأن الماشي بحرق السكرية بس برضو ما ياكلش كميات كبيرة يقلل طبعا كميات يقلل كميات السكر عمتا يعني في العيد أو بعد العيد أو في أي وقت فهو في الوقت السكر المسموح للمريض السكر أنه يأكل زي ما القصيدة راشا قلت كده حبة في اليوم واحدة بس من أي نوع وفي ناس بتقول مثلا أنا ممكن أكل كحك من غير السكر وما فيش مشكلته برضو أنه فيه دهون الكحك في سمنة السمنة دي بترفع الكوليسترول بترفع الدهون السلسية مريض السكر مرتبط بالحكتين دول مرتبط بالدهون السلسية וمرتبط بالكوليسترول تمام؟ ودول بيعملو مشاكل في الشراعيم بتاعته تمام؟ ودول بيعملو ضعفات خطيرة جداً جداً جداًжداً عند مريض السكر حتى لو كان الكحك من غير السكر عشان الناس دايما تقول تم مانا بأكل كحك من غير السكر لا بقاء nation بالنسبة للسكر مثل وعادة في برضه مواد نشاوية المواد النشاوية اللي موجودة في بتتحول السكاريات تمام لأن أي النشاوية تدخل عن طريق يعني quién basic المواد النشاوية دي بتتحول السكريات على طول في الجسم منتحول السكريات يبقى المريض لأنها قال سكر بالزبط والكحكة حتى dar SA жел очень sr برضه ببقى فيه نشاوية ل также تحول السكر آية حاجة فيه نسبة دهون فدي بتعليل الكلسترالي لعنده بتعليل دهون الحلياثية جدا على الشرايين بتاعته وهو اساسا مريض عرضة لان يحصل له مشاكل في الشرايين لانه معروف مضمن المضعف farm 빛 محركة يحصله مباعفت في الشرايين والقلب طبعا حتى لو معندوش ضغط حتى لو ما عندودش ضغط حتى لو أنه حتى لو ما عندودش ضغط لان السكر معروف انه بيأثر على تلاث حاجات اول حاجة البلاط فسه دres ليهة الاوعاد دمويحيه بأثر على العين بيأثر على الكلى تمام طبعا الواعد اهّ تقول بقى فعل قلب وكده تمام يعني ما اصل العадноوعد ده موية. ممكن المريض ده مريض السكر. مع التهابات اللي اللي بحصل عنده في التهابات اللي هي الأعصاب اللي هي التهاب العصاب الترافية والكلام ده. المريض حاسس بتنميل شديد. وبيبقى حتى مش قادر يشيل حاجة. مش قادر يمشي. قاعد رجليه منملة يمشي شوي. مش قادر. تمام فدا بنا بنتغلب عليها باننا بندله مثلا الفيتامين بيه بندله حاجة للاعصاب. لان التهابات العصاب الترافية بتق포قى من صحب المريض السكر. فارتفاع السكر في الدم عنده بيقدر للمشكلة دي المشكلة التانية هي المشكلة اللي هي مرتبطة بالدهون اللي هي المشكلة على الشرايين ده ببقى أكتر عرضة لأنه ممكن الشريان بتاعه يقفل في أي وقت فتسبب له جلطة ممكن يجيله زبحة صدرية فلذلك حتى المريض بتاع السكر نقول لك أنت بتعمل التحليل بتاعك يعمل تحليل السكر سويا مفاتر على مدال الشهر مثلا مبطين تقلاتها في الشهر ويعمل لتحليل سكر تراكومي كل ثلاث شهور كل ثلاث شهور يعني حتى لو السكر يا دكتور يعني مريض السكر ده احنا عايزين نركز عليه عليه شهر لو مريض السكر بيعمل تحليل وسكره كويس وجاف التراكومي لقاه أكتر من سبعة يبقى السكر بتاعه برضو مش متظبط حتى لو بياخد العلاج يبقى بيعمل حاجة غلط فيه ممكن الأكلة أو جرعات قليلة ممكن جرعات قليلة عايزة تتظبط تمام وبرضو على حسب نسبة اللي هو التحليل التراكومي طالع معها قدي ايه يعني ممكن يكون أصلا نوع تاني بس محتاجة أخد إنسولين في النوع الثاني احنا أحيانا بندي إنسولين في النوع الثاني أحيانا النوع الثاني دايما أقراس هو النوع الأول اللي ثابت ثابت إنسولين ما ينفعش أدي معها حاجة ونوع أول ده بيجي يا دكتور برضو احنا عايزين بس تب نبدأ من مرض السكر قوي من الأول طب ماشي احنا عندنا أنواع السكر تمام أنواع السكر بيبقى فيه نوعين اللي هم اللي معروفين تمام نوع أول ونوع تاني النوع الأول ده نوع مناعي يعني إيه يعني ده نوع خاص بجهاز المناعة إن السكرات لما بتدخل للبانكرياس نفسه مبعرفش يتعرف عليه يعني البانكرياس مفروض اللي يالبيتا سيلز اللي موجودة في البانكرياس مفروض نوع بتتعرف على السكر اللي داخل عشان تفرز إنسولين ضده بحيس ياخد السكر ده بيوصلوا للخلايا وفي نفس الوقت بيحقر السكر الزياد عن حق الجسم تمام فبيوصل السكر لمعدلات معينة في الدم تمام لو البانكرياس مقدرش يتعرف على السكر اللي داخل بيعتبر السكر ده جسم غريب فيبدأ الجسم السكر يهاجم الجسم نفسه تمام وده بيأثر أجهز المناعة فده بنسميه مرض مناعي وده نوع اللي هو النوع الأول لازم أدي إنسولين فيها دكتور أحمد تمام فالنوع الأول بيعتمد على الإنسولين الخارجي ما ينفعش أن أنا أستغنى على الإنسولين الخارجي لأن البانكرياس خلاص ما عادش بيطلع إنسولين فبالتالي بيطلع أن أنا أدي له إنسولين أما النوع الثاني بيحصل ممكن مثلا واحد بيأكل سكريات بنسبة كبيرة على مدار حياته فبيحصل كسل في البانكرياس تمام بيجي فترة معينة كمية الإنسولين اللي بتتفرز من الجسم ماهيش قادرة أنها تحرق السكر المعدل اليومي بتاعه فبالتالي نسب السكر بتاعلى في الدم فأنا بحتاجة أعمل إيه؟ بدل الحاجات اللي هي للحبوب علشان تتعللي نسب الإنسولين اللي بتطلع شوية عشان تقدر تحرق السكر إزاي فده ما بيعتمدش على الإنسولين بيعتمد على الحبوب اللي هي بترجع تحفز البانكرياس علشان البانكرياس مش مضعش خالص عنده ممكن يطلع إنسولين تمام لكن في وقت معين في فترات معينة في النوع الثاني السكر بتاع المريض ما بيبقاش نافع ينزل في الحالات اللي زي ده ممكن ياخد إنسولين ياخد إنسولين ياخد إنسولين ياخدون فترة معينة هو النوع الأول اللي علاقى بالوراة يا دكتور سيد؟ هما الاثنين لهم علاقة بالوراة سواء الأول أو التاني آه طبعا بس هو بقى النوع الأول مثلا مايجيش للأطفال بس يعني الأطفال مايجيهمش للنوع أول بس يعني لو أي طفل بقى عنده سكر أو ماولد بسكر أو معه عنده سكر مثلا جاله بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة ده بيبقى مرض بيبقى له أحيانا حاجات وراثية وحال ما بقلوش تحلقة بالوراة والسبب بتاعه غير معلوم هو مرض مناع وصاب الطفل ده وجاله سكر في الحالة دي ده بتصنف على أنه نوع أول ما بقاش نوع تاني دكتور معنا الدكتور أحمد القليعي مقدم برنامج صحة المواطن على شاشتنا صحة الصحة والجمال قناة الصحة والجمال أهلا بك يا دكتور أحمد دكتور أحمد أهلا تمام يا فندم دكتور أحمد كل سلام حقيقة طيب أهلا نصرم بحضرتك يا فندم مع أخباركم إيه ورب دايما نعيس سعيد عليكم على أسرة برنامج حضرتك الكريم وأستاذ الضيوف اللي مع حضرتك ربنا يخليه كل سنة وحضرتك طيب والأسرة طيبة ومصر كلها بخير وصحة بتعيدة دكتور أحمد حقيقة برنامج حضرتك صحة المواطن من أحسن البرامج المتميزة الموجودة على شاشتنا على شاشة قناة الصحة والجمال واستضافت يعني أفضل أطباء على مستوى الوطن العربي يعني كلمنا يا دكتور عن كلمنا يا دكتور عن البرنامج وكلمنا عن حقيقة بتعمل إيه في العيد يعني قل لنا كده ربنا يبارك في حضرتك دايما ربنا يجعله عيد كله سعادة وخيرة على الشعب المصري والقيادة السياسية كلها اللي موجودة في البلد ومن هذا البرنامج بتاع حضرتك أحب أقول لحضرتك والله إن البرنامج إن كان نجح ونجح بفضل ربنا أولا سبحانه وتعالى ثم فضل فريق العمل الممتاز اللي في قناة الشفحة والجمال فعلا أنا شفت أداء متميز من فريق متميز جدا في الأداء العمل بكل صدق ومصدقية بدون أي مبالغة أو مجاملة في الكلمات ولكن فعلا رأيت فريق عمل منظم جدا استضافتي كانت لأحقل ناس كتيرة أودة كثرة عظماء يعني واستغلت الفرصة إن كنت يمثلوا قيادات سياسية كانت في البلد لاستغلال أمر ملف الصحة في الواقع النصري لأن ملفه مهم جدا جدا وأصبحنا نرى أهمية هذا الملف في الوقت الحالي اللي بتمر بي البلاد خصوصا في أزمة كورونا وأستغل مع حضرتك في البرنامج مش عايزة أطول على حضرتك كتير لا يفن نحن معاك يضع الله ربنا يعني إن شاء الله بإذن الرحمن خلصنا من هذا الوباء الذي ينتشر في ربوع العالم كله يا رب ربنا يرفع النصر البلاء ويحفظنا يا رب جدا من كل سوء يا رب العالمين يا رب يا رب في المرحلة الجاية بعد العيد شايف البرنامج هيبقى شكله إزاي برنامج حضرتك إن شاء الله هنكمل وهيكون يمكن يرجع نفس المستوى الجميل ده وعايزين نحافظ على نفس المستوى من الأداء الراقي الجميل في برنامج حضرتك إن شاء الله هيرجع بقوة كبيرة قوي بإذن الرحمن لأن طبعا انشغالي بس كان الفترة اللي فاتت في أمور خاصة بس ده اللي خلاني انقطعت فترة بسيطة عن البرنامج ولكن إن شاء الله رجوعي بإذن الرحمن هيكون أقوى وأقوى وفي نفس الوقت هنحط عيوننا دايما على هذا الملف وفي نفس الوقت يكون مشاهدين يستفيدوا قوي من البرنامج في حياتهم الصحية والطبية علشان يكون عندهم إدراك تام من يستمدوا معلوماتهم من ده كثرة متخصصين جدا في المجال ويكون لديهم قيمة علمية وتخصص فريد جدا علشان يقدروا يستفادوا من المعلومات الطبية الصحيحة وعدم إصابتهم بمخلطة في المعلومات لأن ده منتشر حاليا بكينوية كبيرة دايما نرى تغاضط كثير أو في المعلومات الطبية ما لا ليسوا لهم أصحاب علم قيمة كبيرة أوي وغير متخصصين وده مشكلة بنحاول نصححها في المجتمع أن الناس تلجأ للمتخصص في أي مجال وده يحافظ على وصولهم جدا إلى المعلومة الصحيحة وأن ربنا سبحانه وتعالى يشفي مرضى العالم كله يا رب يا رب اللهم أمين إحنا كمان يا دكتور يعني بضم صوتي لصوت حضرتك إحنا أول قناة متخصصة في المجال الطب في مصر والعالم العربي وبنقدم فعلا محتوى كويس جدا 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 ودايما حرسين أننا هنوصل معلومة طبية محترمة وصحيحة للمشاهد دكتور رحمد عايزة أقول لحضرتك بتقضي العيد إزاي والله هو العيد طبعا أنا أهم حاجة بالنسبة لي أن العيد فرحة مع الأهل والأحباب ده أهم حاجة وأكثر والأهم أن يكون أداء للعبادات يعني ما ننساش أن اليوم الكبير ده طبعا لازم نخلص فيه جدا بالعبادات والروحانيات الخالصة مش عشان طلعنا من رمضان يبقى خلاص بقى إنسى بالعكس طبعا يعني حافظ جدا جدا على أن نحنا نكون نفس روحانيات اللي عشناها في رمضان لأن رمضان هو ربه كل الشهور لأن دايما في الناس كثير بتستغل شهر رمضان فعلا بطريقة روحانية شديدة ولكن بعد انتهاء رمضان بننسى أن احنا كنا يعني بروحانيات كبيرة قوي وبنبدأ تقل القيمة عايزنا حافظ على نفس قيمة شهر رمضان في كل الشهور لأن الرب اللي بيحط ويخفر ويساعد ويعمل كل هو نفس في رمضان وغير رمضان بالضبط صح بالضبط فاحنا عايزين نخلي نفس القيمة الدينية في قلوبنا بقى زي رمضان بقى كل الشهور ان شاء الله طب واخبار الكحكة ايه بقى والبسكوت مع حضرتك يا دكتور ايه مش مستمع حضرتك لا اخبار الكحكة والبسكوت ايه بتاكل الكحكة والبسكوت الكحكة والبسكوت ده اهم حاجة دلوقتي في العيد الناس اهم حاجة تاكلوا فاخر ترجع تتكلم بقى بالنسبة للتخسيس ومش التخسيس وبرضو فرصة عشان ده كافة ثلاجة طبيعة يشتغلوا يا دكتور احنا معنا يا دكتور سيد المور استشاري البطنة حياتك مش عايز تسأله في اي حاجة اه اتسأله والله انا انصح يعني حاجة من شخصية اتمنى من حضرته البطنة اهم حاجة بالنسبة لنا مرضى السكر يا دكتور يعني الناس كتير اهو بتتكلم مريض البطنة محتاج مرضى السكر طبعا اتراح بالزبت بالزبت يعني طراحة المرض ده مرض مجتمعي طبعا دولارة ما فيش بيت ياخلوا من مرض السكر فدايما نصائح الناس المتخصصة لذلك حضرتك يا دكتور نتوجه للناس اللي موجودة في البيوت وحاجة تانية برضو بقول ان قناة الصحة والجمال من كتر المصدقية اللي فيها عدد الناس المتابعين جدا لذلك قناة بيكون الناس كتير قوي وبما ان الواقع الناس كتير قوي مصابة بهذا المرض اتمنى من حضرتك تحط عليه فوكس كبير علشان الناس تستفاد بصراحة قوي من علم حضرتك ان شاء الله متشكرين جدا يا دكتور رحمة كل سنة حيك طيب انا اللي شكر جدا لهذا الوقت المتاح لي يا ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزي انا متشكر جدا جدا على المدخلة الجميلة دي وكل سنة حيك طيب وان شاء الله تقضي عيد سعيد بإذن الله شكرا شكرا زي الدكتور رحمة ما قال يا دكتور عزيزي نعمل فوكس على مرض السكر فنرجع تاني واحدة واحدة عشان اللي تهملنا يرجع معنا تاني احنا اتفقنا نحن عندنا نوعين من السكر النوع الاول والنوع التاني والنوع الاول اللي هو بيعتمد على الانسولين الخارجي والنوع التاني اللي هو بيعتمد على الحبوب تمام اللي هي بتقلل السكر تمام النوع الاول قلنا ده خلاص بيعتمد على الانسولين وده طبعا بيحصل في الاطفال زي مواطن الحضرات انه ما فيش طفل وقلنا انه هو مرض مناعي وقلنا انه هو بيحصل عند الاطفال ومبيحصلش عند يعني ما بيحصلش نوع التاني عند اي طفل يعني ما فيش طفل ده النوع التاني لا الطفل يبقى ده خلاص نوع اول تمام أما النوع التاني فده اللي بيجي للكبار في السن نعمة تاني يعني تمام يعني بعد 35 أو كده ده بناء التعامل معها لأنه نوع تاني تمام يعني أي مرة السكر بعد سن 35 سنة هو من نوع التاني من نوع التاني طبعا طبعا وفيه قبل كده برضو فيه قبل 35 من 35 إلى 35 برضو ممكن يبقى نوع تاني تمام يعني بدقله برضو بالحبوب لا وفشلت بعد كده بنشوف برضو تحليل السكر وتراكون بتاعه لو عالم ما بينزلش بنقلبه نوع أول ومنديه للإنسولين وإن شاء الله بيبقى كويس تمام تمام لكن الأطفال عن مثلا زي ما اتفقنا أنه ده بيبقى نوع أول وبيعتمد على الإنسولين تمام طبعا فيه دكتور نخرج فاصل هستأذنك نخرج فاصل مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم أوعي تروحوا في أي حتة تاني استنونا مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل كنا قبل الفاصل بنتكلم مع دكتور سيد عن السكر وأنواع السكر دكتور سيد برضو علشان نفكر الناس تاني أن احنا عندنا نوعين من مرض السكر النوع الأول وده بيجي الأطفال وما قبل سن 35 سنة بعد سن 35 سنة بنسمي عن نوع التاني احنا إزاي بتبقى أعراض السكر يعني إزاي المريض يعرف أنه عنده سكر المريض يعرف أنه عنده سكر من أول عرض بيظهر عليه اللي هو التباول المريض يتباول كتير بيبقى دخوله الحمام كتير وخاصة بالليل ممكن يدخل الحمام بالليل 3-4-5 مرات كمية البول اللي تبقى نازلة منه بتبقى كتير رائدة ما ممكن الناس تقول أن أنا بشرب كميات لا ما ممكن فيه أعراض تانية برضو معها الأعراض التانية بيبقى فيه نشفان في الرق معه بيبقى فيه دوخة زغلالة في العين صدع طبعا السكر بيأثر على العصابة الترفية فدي ممكن تأثر على العصابة الترفية اللي موجودة في المعدة فممكن في الجهاز الهضم يعني فممكن تلاقي المريض ده عنده إسهال عنده إمساك لفترة طويلة مع تنميل في الأطراف مع دوخة مع زغلالة في العين مع صدع مع تباول كتير مع نشفان في الرق الوزن بتاعه بيقيل يعني بتلاقي بيخس ممكن يخس يفقد مثلا من وزنه مثلا كمية كبيرة يعني مثلا 10 كيلو في وقت بسيط 10 كيلو في وقت بسيط جدا فتلاقي بيقين على الأعراض اللي هي بتاعت مريض السكر في الحالة دي لازم المريض على طول بيتجه لأي دكتور أو بيرق بيحل يا دكتور في العراض العراض دي كلها مجتمعة ولا ولا ممكن بفيه عرض واحد يعني في حاجة منهم بس واحد يتباول كتير أحيانا كلها بتبقى مجتمعة أحيانا كلها بتبقى مجتمعة وأحيانا المريض لا يعني ممكن مثلا ما تقصرش مثلا في الجهاز الهضم ممكن المريض ما حسهاش دي أو ما شعرش بيها لكن اللي بشعر به فعلا هو يدخل الحمام كتير فقدان الوزن العطش يعني بيبقى حاسس إن هو ريو ناشب فعايز يشرب مايا كتير تاني حاجة إنه بدخل الحمام كتير تالت حاجة بيحس التنميل في الأطراف وممكن زغلالة في العين تمام وبيجيله برضو اصدع ودوخها بعض الأحيان تمام فلو اجتمعت الأعراض دي أو أعراض منها المفروض أنه بيحل السكر أو يروح للدكتور بط ما يكشف تمام في الدكتور طبعا يعني إحنا كطباق بقى بنشخص الحالة دي على طول بنطلب من المريض تحليل سكر صايم سكر بعد فطر بساعتين وسكر تراكمي تمام ده بيفيدنا بإيه بقى حعرف المريض ده أصلا السكر التراكمي ده بيقس للسكر في التلات شهر الأخارة فبقدر أحدد إذا كان المريض ده لسه جديد ولا كان عندهم مش حاسس بقالوا فترة ومش حاسس تاني حاجة بنشوف معدلات السكر في الدم قد إيه وهو صايم وبنشوف معدلات السكر قد إيه بعد الفطر بساعتين لو المعدلات بتاعتها أكتر من النورمال ده خلاص يبقى ده مريض سكر طب لو ممكن نقول ده مثلا أكل حاجة مش عايف اللي بيفصل في الموضوع ده هو السكر التراكمي لأن السكر التراكمي ده بيقس للسكر على مدار أنا كنت عايز أقول لها حقيقي يعني فيه ناس ممكن تعمل مثلا تحليل عشوائي لا بيعمل تحليل عشوائي تلاقي سكر عالي تمام بعد كده بيعمل تحليل تحليل تانية لا يسكر متاعه لأنه ممكن يكون أكل أكل مثلا حاجات نسواته وشكريات كتير فبالتالي ممكن تعمل نسبة السكر عنده ولكنه برضو أنها برضو مفروض أنه السكر اللي هو العشوائي مفروض له نسبة معينة أنه ما يتعداش المتين يعني مع الكتب الحديثة كله مفروض أنه ما يتعداش المتين يعني فيه المتين عشوائي المتين أه لازم بيحل إذا فيه مشكلة طبعة يبقى لازم بيحل سكر وممكن فيه مريض تاني ما بقاش حاسس بأعراض على فكرة دكتور أحمد وبيروح مثلا بمشتيكي مثلا من تباول كتير ممكن حد يقوله أو حلقان في البول مع التباول يقول ده فريد التهاب في المسالك بيروح يحلل سكر بتاع تحليل البول عادي عشان يشوفه التهاب أو صديد أو أملح أو حاجة في البول تمام هو بيحلل بيظهر سكر في الدم في البول تمام ظهور السكر في البول ده عرض برضو من أعراض السكر لأن السكر ما يظهرش في البول فيه حاجة اسمها رينال سي ريشولد اللي هي الكلا تقدر تخرج السكر إمتى تخرج السكر لما يكون معدلته في الدم أكتر من 180 فمعنى أنها زادت أنها ظهر السكر طبيعيا أن البول ما يبقاش في السكر يعني البول بتخلص من السموه بتخلص من حاجات في الجسم المفروض أن البول السكر فيه مفيش يعني ما يجعل تحليل البول مفيش سكر معنى ظهور السكر في البول يبقى ده المريض ده عنده مشكلة أن الكلا بتخرج سكر من الجسم عشان بتحمل الإنسان ده تمام فمعنى ذلك أن السكر نسبة السكر في الدم عالية عند المريض ده تمام؟ عالي قد إيه؟ ما يزهرش البول ما يزهرش السكر ده في البول إلا ما يكون معدل 180 معنى أنه عدل 180 يبقى لازم المريض على طول ننصحه ويروح يعمل لتحليل سكر صايم بعد فتر بساعتين والتراكومي تمام؟ التراكومي يفصل ما بين الموضوع ده لا يا دكتور أحمد لأنه زي ما حدك قلت ممكن المريض يكون أكل أكلفها سكريات ما عادش الساعتين عشان يحرق السكريات دي فممكن السكر بتاعه يبقى عالي ممكن حاجة وقتية وتروح لحالها تمام؟ فبالتالي اللي بيفصل موضوع ده بيبقى إيه؟ بيبقى سكر التراكومي نسبته بتبقى إيه؟ بتتروح من بين 4.5 إلى 6.5 في الشخص العادي من 4.5؟ من 4.5 إلى 6.5 أو 6.4 من 10 تمام؟ يعني مثلا لغاية 5 6 6 6.5 ده عادي ده كويس ده كويس بالزبط لو دخل 7؟ لو دخل 7 لا ده مريض سكر 6.5 مريض سكر 6.8 مريض سكر ربنا أخذ اتصال أستاذ أيمن محفوظ المحامي أهلا بك يا أستاذ أيمن أهلا وسهلا بحية حضرتك لأستاذ أحمد عبد الرحيم من الإعلام الكبير ربنا يا خليل ودايما متقلق ومبدع يا فندم وطبعا بهني كلنا عاملين بالقناة الصحة والجمال القناة الرائعة بإذن الله بإذن الله ستكون وهي فعلا بالفعل ستكون في مصف القناة الكبرى بإذن الله ربنا يا خليك يا فندم ربنا يا خليك احنا معنا الدكتور سيد المر استشاري البطنة لو حيك عايز اسأله في أي حاجة اتفضل والله أنا دايما أنا اللي بتسئل يعني جديد علي أن أنا أسأل الدكتور فأنا عايز أقول إحنا بعد الصيام بنحس ببعض التغيرات كده الفيسيولوجية في أجسدنا وإن إحنا بنبقى مش مستعدين لتغير نمط الحياة إيه النصاح اللي ممكن حضاك تقدمهنا آآ يعني إن إحنا نحاول نتأقلم يعني ما بعد الليل طب يعني قبل الدكتور ما يجاوب هنجاوب لحديك بس بعد يعني إحنا مستمتعين بمدخل حضرتك عايزين نقول حقيقي أجواء العيد عندك إيه في البيت بتعمل إيه أول ما بتصحى من نوع الصبح بتقضي اليوم إزاي أخبار الكحكة والبسكوت معاك إيه الحمد لله طبعا إحنا بنبقى صهرانين طبعا طول الليل في قولة الوقفة بنبقى صعدة جدا وطبعا صلاة العيد وجمالها وإحساس الأسرة بيكون جميلة وإحنا قربنا دايما بيكون مشغولين في أعمالنا بيبقى فرصة كبيرة إن إحنا نقرب من أولادنا ونقعد مع أسرتنا وطبعا الكحكة والبسكويت يعني إحنا أفرطنا فيه وتعبنا جدا وإحنا الدكتور برضو يأكد على حكايات الكحكة والبسكويت ده لإنها رحضتنا شوية لإحنا أصرفنا في أكل الكحكة والبسكويت والحمد لله يعني الخير بإذن الله قادم لمصر وإن شاء الله متفقلين بإذن الله إن مصر يدعيش في عياد طول الزمان بإذن الله إن شاء الله يعني بما إن حادثك من الضيوف المتميزين المترددين دايما على قناة الصحة والجمال أنا بحس ان أنا دايما بكون مصطباق في قناة الصحة والجمال إن هي فعلا الصحة والجمال بتاعت الفضائيات كلها بحس بإن هما القناة أسرة واحدة مفيش فرق ما بين مدير وغفير مفيش فرق ما بين حد كبير وصغير بحس بأسرة بحس بجو الأسرة بحس إن أنا ببيتي فعلا في قناة الصحة والجمال ومش عايزة أقول أسماء أنا عارف إن فيه منتظر أن أنا أقول أسماء لكن أنا مش عايزة أقول أسماء عشان ما نساش حد وما افتجتش حد لكن قناة الصحة والجمال هي فعلا 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 مثال الإدارة المصرية كلها وياريد الناس كلها تتعلم من إدارة قناة الصحة والجمال إن في مبدأ الأسرة عشان كده نكحة وطبعا أنا بشوف الاستوديوهات الرائعة والتجديدات الجميلة. دايما كل يوم بلاقي تجديدات وبلاقي حاجة جديدة في القناة. انا سعيد جدا ان انا بكون ضيب في قناة الصحة والجمال. انا بحيي كل العاملين فيها. وبحيييك جدا يا سيد احمد. ومتشكر جدا وكل سنة وانت طيبين. كل سنة وحييك طيب ويعني مدخلة جميلة جدا جدا. وانا يعني شخصيا سعيد جدا بالمدخلة دي. انت حييك من الضيوف المتميزين جدا. واللي احنا بنحبهم جدا جدا في قناة الصحة والجمال. اشكرك يا فانم. شكرا يا فانم. كل سنة وحييك طيب. عيد سعيد انت وحضرك طيب. كل سنة وحييك طيب. لو رجعنا تاني يا دكتور بقى للموضوع السكر. حييك بتقول ان احنا الاول لو زارت العراض بنبدأ على كل نعمل. هو الاول بصعيز اجاوب على سؤال الاستوز ايمن. الاستوز ايمن كان بيقول ان هو في رمضان كان الواحد بيبقى مرتاح. وبالفعل احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل ما الاستوز ايمن ممكن نكون مش متابعنا في اول الحلقة. ان فعلا احنا اتكلمنا ان المفروض ان المريض او مش المريض اي انسان عادي يعني. بيبقى صاهم 16 ساعة وقلنا ان المعدة بتاعته بيكون مرتاحة وكده. المفروض ان لو لما بيجي في العيد بقى ما يفرضش في الاكل كتير. ما يكلش يعني احنا قلنا ما يكلش اللي يبقى فيها تدال في الاكل بتاعه. الكحكو البسكوت ما يفرضش منه علشان ده في عنده مشاكل ممكن تعمله مشاكل في القولون ممكن تعمل مشاكل في السكة ممكن تعمل مشاكل في الضغط. اه. فحتى الاكل بتاعه ممكن يكل كده على فترات كده بلاش يبقى كتير قوي يعني ولا ان القولون زي ما قلت لحضرتك انه كان مرتاح في فترة طويلة يعني مرتاح لمدة 16 ساعة صيام اه. فبالتالي لما مرجع للأكل مرجعش مرة واحدة عشان ما تعيفش القولون وعمل تلابك معه وبقى كده. فيمكن احنا جاوبنا على السؤال بتاع الاستوز ايمان من قبل من في بداية الحلقة يعني من غير ما نتسائله. استوز ايمان كمان من ضيوف المتميزين جدا. كل سنة احضر صيب كده واتعد عليه بالخير كده ان شاء الله. يا رب الله. نرجع بقى موضوعنا دكتور احمد. احنا نتكلم على ازاي نشخص مرض السكر. وقلنا ان احنا التراكومة هو اللي بيصل لنا ما بين فيه سكر او لا. اقول ان المريض ده بيقى للمريض سكر او لا. اقولنا ان بيتراوح ما بين اربعة ونص الغاية. ستة اربعة من نص. اي احنا ستة ونص او ستة اربعة من عشر. او ستة ونص يعتبر ده مريض سكر. تمام. او نقول ان هو دخل فيه خلاص ده كده بقى عنده سكر لو ستة وستة ونشر سبعة سبعة ونص تمانية على حسب. تمام. بنبداله بقى العلاج بتاعه. بنبداله حاجة علشان تنزل معادلات السكر في الدم بتاعه. تمام. او. طبعا اه دي بقى تختلف مبين اه على حسب النسب بتاع السكر قد ايه بنحدد الجرعات اللي هي المناسبة ليه وبيتبع بقى نظام غزائي معين نحن طبعا بنعرفه به. تمام. يعني لازم عريض السكر ما ينفعش ان احنا نسيبه بقى يعني اكل ويشرب براحط. طبعا مفهوم ان هو بيبقى له نظام غزائي معين. ايه الغزائي بتاعه? يقلل من المواد النشوية. يقلل من المواد السكرية تمام. وده ضروري جدا جدا جدا. نشويات وسكريات. عشان دايما الناس بتفتكر انها تقلل سكريات. نا مش سكريات بس. سكريات ونشويات. او النشويات. لان النشويات زي ما اتفقنا ان هو بتحول عطول لسكريات في الجسم. تمام. وتاني حاجة برضو اللي بتزعلى فكرة دكتور احمد. الدهون. الدهون دي برضو بتبقى فيها سعرات حرارية كتير جدا. بس تحويلها من سكريات لدهون من دهون لسكريات. بتاخد وقت طويل شوية. فبالتالي مش هي دي اللي بتدي اتقل للجسم. اللي بتدي اتقل للجسم دايما السكر. فالسكر لما بيزيد على المعدلات بتاعته. خلاص ده مريض سكر. لازم علشان اقل المعدلات بتاعته مع العلاج. لازم المريض برضو يتحرك. ويحنا قلنا الكلام ده. يبقى لازم المريض يلعب رياضة. يقلل النشويات. يقلل السكريات. زي ما حيث قلت في اول الحلقة يعني ابسط انواع الرياضة المشي. المشي. بالضبط. يوميا بشكل منتظم. ولا ممكن مرضي. لا والله لا. يتحرك. ما الناس دايما بتاخد. يلا اذا بقى كان غصبا عنه. يعني فيه ممكن مريض قاعيد يعني نعملو ايه. ده في الحلل اللي زي دي بقى بيقلل الأكل بتاعه. لا حتى والله الناس الشباب اللي قدروا يمشوا. ايه لك انا مش فاضي. بيكسل. اه بيكسل. لكن انا من صراحة بنصح اي حد عنه سكر. لو يقدر يروح جيم يروح جيم. يلعج شوية يحرق السكرات اللي موجود عنده. حيث تقصد ان هو لما يتمشأ او يبزل موجود بيحرق اكتر. بيحرق اكتر. فبالتالي السكر معدلات السكر بتنزل عنده. فبالتالي بيبقى مع العلاج العلاج بيجيب نتيجة كويسة جدا. وبيبقى المريض كويس. وبيعيش كويس. بيبقى صديق للسكر بيبقى مرتاح. ما بقىش حاس ان عنده حاجة يبقى. المجرد بس الفرق بينه وبين الصحيح انه بياخد حباية. لكن ممكن ياخد الحبوب ويوظب عليها. وفي نفس الوقت تلاقي السكر بتاعه معدلاته زيادة. نحل التراكم بقى ثلاث شهور نلاقي المعدلات بتاعته زيادة. ففي الحالات اللي زي دي بقى بتنطر نقلب لنوع اول. ندي انسولين. ندي انسولين. تمام. طبعا الانسولين لما بدأ ابو بادري ببقى طبعا مشكلة. انه بعد كده لو المعدلات زيادة تدي له ايه بقى اوه. تمام. اه. وطبعا السكر له محاطر كتير. اه. لأ اللي بقى في القول يا دكتور. بقى عايز اتجانب الحاجات دي فلازم احافظ له على معدلات السكريات. بقى السكر علاجه تلات حاجات. اول حاجة. سواء انسولين او لو نوع اول بندله انسولين. نوع تاني بندله حبوب. الحاجة التانية ده ده بالنسبة للعلاج. من الحاجة التانية. اللي هيقلل النشاويات ويقلل السكريات. ويقلل المواد الدهنية علشان المضاعفات اللي تحصل مع السكر. الحاجة التالتة الرياضة. الرياضة. اول ماشي. تمام. يبقى اول ما تلل الحاجات دول. لو المريض احترامهم بيبقى صديق للسكر والسكر ده كأنه مش موجود خالص. وبياخد القرص عادي جدا يعني. بياخد. اه بياخد. اه. طبعا. 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 بقى تختلف بقى على حسب نسب السكر. يعني اللي جاي لسكره مثلا. اه. الصايم بتاعه مثلا. مية واربعين. طبعا انه هو ما يتعدش المية ستة وعشرين. يعني بيكون من سبعين لغاية مية وعشرة مية ستة وعشرين اقصى لو مريض سكر حتى. تمام. اه. في مريض سكر ده مثلا بيتابع او حاجة. المفروض ان السكر بتاعه ما يتعدش المية ستة وعشرين. المريض الجديد مجرد انه عدى المية وعشرة ده بقى بريض يعنى ضيابتك لغاية مية ستة وعشرين. بعد المية ستة وعشرين ده ضيابتك خلاص لازم يأخذ علاج. تمام. بيختلف تماما عن المريض اللي سكره هو صايم مثلا تلتمية. اه. في ناس بتدخل بتجيل مسلا العيادة عملهم سكر صايم وبعد فطر بساعتين. يلاقى عمله السكر الصايم طول مثلا تلتمية وعشرين ولي بعض فطر بساعتين خمسومية او ده تلتمية مثلا. ده تلتمية وخمسية. انه. ده بيختلف عن السكره مثلا مية وستان اللي بقى على الفطر بساعتين مثلا ماتتين واربعين ده في مختلف في نوع العلاج في نوع العلاج اللي أنا بديه في جورة العلاج اللي أنا بديها تمام دي بقى مختلفة تماما برضو التراكمي التراكمي اللي هو المعدل السكر بتاعه في ثلاث شهر قد إيه اللي التراكم بتاعه سبعة غير التراكم بتاعه تسعة غير التراكم بتاعه أحداشر ده بيحتاج حاجة ده بيحتاج حاجة ده بيحتاج حاجة تانية خالص تمام فلازم العلاج بالمشي على حسب المريض نفسه يعني ما هو مشكل المرضى هتبه زي بعض ويعمل تحليل دوري يا دكتور المفروض طبعا مفروض انه ما يعدش اسبوع من غير ما يعمل تحليل التحليل الناس هو خلاص عارف انه هو مريض سكر يعني عمل التحليل التراكمي وعمل سكر ساي مفاطر وعرف خلاص انه هو مريض سكر وبدأ ياخد علاجه ويزبط اكله بيعمل رياضة وهي ابسطها المشي زي ما حضرتك قلت المفروض التحليل اللي يعمله الناس دايما يجاب عندها جهاز لو هو بيعمل تحليل عشوائي هذا يكفي ولا لازم برضو بعمل تراكمي هو المريض سكر خلاص حتى لو ماشى على العلاج وماشي بيعاكل بالشكل المنتظم حتى لو مريض سكر يعني دي معلومة مونما جدا لا 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 ما نظمل السكر بتاعه في 3 شهور اخرى ولا لا يعني كل 3 شهور انا بشوف السكر السكر طبعا في عند هو ايه التراكمي دا التراكمي دا عبارة عن الهمجلوبين بيمسك في سكر الهموغلوبين ده في مكونات الدم أنا عندي الدم بتكون من كرات دم بيضة كرات دم حمرة صفاحة دموية صح؟ كرات دم الحمرة اللي موجودة فيها هيموغلوبين فيها المادة الهموغلوبين اللي هي نقصها بسبب الأنيميا ده تمام؟ وهو بتشيل الأكسوجين يعني لهو وظيف كتير الهموغلوبين لهو خاصية أنه هو بيسحب السكر فبيمسك الجولوكوز بنسميه اللي هو الايه الهموغلوبين بايندينج مع الجولوكوز كده بتنسميه HP A1C اللي هو التحليل اللي احنا بنعمله ده اللي هو السكر ماسك في الهموغلوبين تمام؟ طب اللي هو فترة عمر الخلية بتاعة الكرات دم الحمرة قد إيه؟ طلعت شهور كل ثلاث شهور يعني كل ثلاث شهور الخلية بتاعة الكرات دم الحمرة بتتكسر لو تتكسر بيتكسر مع الهموغلوبين فبيحصل في ريدم بيحصل تحرر للسكر فبيتلاقي زاد جدا في البنز بتلاقي السكر بتاع المردة عالي طب هل هو بتكسر كل الخلية مع بعض؟ لا طبعا بس فترة كل خلية هي ثلاث شهور فان لو أنا النهاردة عملت ثلاث شهور النهاردة عملت تحليل السكر التركوني بتاعي بعد ثلاث شهور هتلاقي المعدل بتاع الخلايا اللي كونت النهاردة بعد ثلاث شهور هي دي اللي هتتكسر طب لو بكرة يبقى الخلايا اللي كونت بكرة هي اللي هتتكسر بعد ثلاث شهور إذن المعدل بتاع السكر بتاعي في الثلاث شهور اللي هم الأخارة دول اللي هيباينه لي الهموجلوبين كان ماسك في قد إيه من السكر لو ماسك في نسبة كبيرة من السكر يبدأ سكره علي في الفترة اللي هي موجود في الجسم وده ممكن يتحرر في أي وقت وممكن تلاقي واحد نصلا كبير في السن سكره مثلا كان كويس وفجأة سكر دخلت وصلت إلى 600 أو 500 تاهمني؟ ده في خطرة جديدة فلازم أن أنا أقدر أشوف أن أنا كنت منظم المريض ده فعلا على العلاج بتاعه وعلاجه بياخده مزبوط ولا لا بالتحليل التراكمي يبقى أنا بنصح أي مريض سكر يعمل لتحليل التراكمي كل 3 شهور الثاني حاجة التحليل الدورية اللي هو بيعملها لو عنده جهاز سكر في البيت ولا حاجة ده بيعمله كده كل ممكن لو حتى كل يوم في ناس بعد ما بتاكل أكلة مثلا يشوف سكره ده كويس من هو يطمن على نفسه هو طبعا بيبقى فيه شوية إيرور كده كده عشرة فوق عشرة تحت في الأجهزة دي باقتلاف المعمل لكن بتدلين برضه لو كان السكر علي أو قاطي تمام فده برضه مهمة يعني هي مفيدة فمنفروض المريض اللي هو بتاع السكر لو عنده الجهاز ده بيحلل مثلا كل يوم كل اتنين يحلل في الأسبوع مرتين ثلاثة يحسب أي أعراضه اللي حاجة بيحلل بيشوف الدنيا فائه إيه لو سكره عالي بيستشير الدكتور ممكن يغير علاج ممكن يزود جرعات ممكن يزود نوع مع النوع اللي بياخده ممكن ياخد نوعين مثلا بياخد نوعين يبقى ثالث ممكن ياخد إنسولين مثلا تقول ماذا لو أن فيه إنسولين اللي هو في حاجة اسمها شورتة أكتنج ولونج أكتنج شورتة أكتنج اللي هو بيتاخد للمريض بتاع النوع الأول وده بياخد العلاج اللي هو سكر العادي أو أكون احتاجته في النوع الثاني لفترة معينة أن السكر مش راضي ينزل هكتبت أقول حاجة فيه ناس دايما تبدأ بإنسولين يعني فيه حالات فيه دكاترة تبدأ بإنسولين وبعد كده يبدأ يستمر على العلاج الدوائي اللي هو الحبوب لا هو ما ينفعش وبمجرد أنه بدأ إنسولين مفروض أنه يكمل به يعني لو حددنا إنسولين يبقى أنا خلاص حددت أنه ده هو النوع الأول وعلى فكرة هو فيه ناس في الكتب اللي هي بتاعت الناس بقى اللي هو المدارس بقى بتاعت دول بره كده كانت ده مثلا يقول لك أنت شوف السكر التراكمي قد إيه لو السكر من عد 9 ونصف بدأ له نوع أول على طول نوع أول على إنسولين يعني يدي له إنسولين على طول لكن بصراحة أنا جربت مع ناس معنا هنا يعني ناس كتير الرجولي لا كان ممكن السكر التراكمي بتاعهم معدل عشرة وما خدوا علاجة الزبط معهم بقى تمام أنا عرف واحد عنده سكره كان 15 ونزل بقى تمام وماشي مع الحبوب وزي الحبوب مشكلة الإنسولين إنها يا خلاص اللي ياخد يبدأ إنسولين ده مشكلته إيه ما فيش مشكلة ولا حاجة بس طبعا الإنسولين مقلق للمريض شوية عشان الشكشكة باستمرار تاني حاجة ممكن برضه إن السكر بيتحرق بسرعة مع الإنسولين السكر ببينزلش على المدارة بالتدريج السكر بيتحرق بسرعة فممكن يحصل له هايبو جلسيم الكومة يعني أخطر حاجة بتواجهنا في مريض السكر النوع الأول اللي هي هايبو جلسيم الكومة يعني هايبو جلسيم الكومة اللي هي السكر ممكن ينزل المستوى بتاعه والمعدل بتاعه ينزل فجأة يعني غيبوة تحصل غيبوة السكر نتيجة نقص السكر ممكن نقصها وممكن لزيارتها وممكن لأسباب أخرى أول سبب مثلاً لها اللي هي وابتبع خطرة جداً اللي هي انخفاض السكر في الدم عشان كده بقولك أي حد يحصل له إغماء الدين السكر بالضبط لا هي خطرة لدكتور أحمد هي خطرة لأن الغذاء الرئيسي للمخ هو السكر فبالتالي السكر ما بدرش يقعد بالنسبة أقل من المعدل الطبيعي بتاع السكريات اللي هي بتوصل للمخ أكتر من 10-15 دقيقة فلو حصل انخفاض في معدلات السكر في الجسم أقل من المعدل الطبيعي بتاعها فبالتالي المخ ممكن يحصل له دمور ممكن يحصل دمور لو قعد فترة طويلة ويعلاجه بسيط جداً علاجه سكر حتى لو كانت لغيبوبة النتيجة لارتفاع السكر وخد سكر ده ما يضرهوش لا مش هيدره لأن لو هي الغيبوبة قلنا أنه ممكن تكون ارتفاع أو انخفاض لو واحد سكره 600 وفي غيبوبة ودخل المستشفى في طوارق كده أو اللي حاجة المفروض نحو بيعمل إيه؟ أول حاجة أي حد في غيبوبة المفروض عمله تحليل سكر طب أنا عمل تحليل سكر نسحب دمه واللسح على المال التحليل ييجي ويأخد وقت ممكن للعشر دقيق دول يكون حياته راحت أنا بناخد الدم ويتعامل ويتعلق له جلوكوز على طول حتى لو سكره عالي من غير ما أشوف النتيجة إيه؟ أبا أشوف النتيجة بعدين أبا أشوف أن تكتل سكر إيه؟ لأن لو سكر 500 بقى 600 هو كده كده عالي بعد كده هيتلحق ما حصلش حاجة ما زلش مشكلة بالنسبالي سكره كان 30 وبقى 120 بالشوية الجزء اللي خادهم أنقصت حياته بس برضو مدرحمة ربنا سبحانه وتعالى عز وجل على الإنسان أن المريض بتاع السكر على فكرة بيحس بنفسه أنه سكره واطن بيحس إزاي؟ أقولك إزاي هو المريض بتاع السكر الواطن ده أول حاجة بيحسها بيحس أنه يروحه هربانة كده يعني بيحس أنه هبطان بيحس بحبط شوية بيحس التعرق يعني بيجي له شوية تعرق كده وأطرافه بتبقى باردة مجرد أنه حاس الإحساس ده على طول بياخد سكريات هو نفسه بقفاءة أنه ياخد أي سكريات لكن للأسف ممكن تجيله في وقت مش عارف ما فيش حوالي سكر ياخد وقت شوية على بالما يكون ده خلف غايبه بقى تمام؟ لذلك أي مريض سكر سواء ماشي على حبوب أو سواء ماشي على إنسوليد بننصحه بنقوله لو حسيت بأن أنت دايخ شوية إجالك تعرق حسيت من روحك مسحوبة منك كده شوية بالبلد يعني تمام؟ حاسس بضربات قلبك سريعة يعني هو بيعمل إيه؟ بيبقى فيه ارتفاع في الضق ضربات قلبي سريعة الأطراف بتبقى باردة تمام؟ ده المريض اللي هو بتاعة السكر الواطئ وسويتنج وعلى آه تمام فده على طول العلاج بتاعه سكريات طب المريض مجرد بس يحس بشوية أعراض كده لو قد سكر هو أنقص حياته يعني هو أنقص حياته فبنقوله خليك ماشي مثلا في العربية بتاعتك أو في شغلك أو حاجة يبقى فيه معاك شوكولات طاية ملبساية علبة عصير أي حاجة حسيت بالعرب بيخدها خد على طول ملاكش دعا ما تسألش السكر هيبقى كام فلنفترض أنك يتغيبوبة سكر عالي وهو خادها الربعمية بقى خمسمية ما فيش مشكلة خمسمية بقى سبعمية ما فيش مشكلة مشكلة أن السكر يبقى مخفض حتى لو أخل في كومة فيه وقت أن أنا أروح وألحقه وبعد كده الإنسولين بتاعه يتعالج ويبقى كويس أنهم غيبوبة سكر الواطئ لكن غيروط السكر الواطئ لها فترة زمنية معينة المخفى مقدرش يقعد من غيرها اللي هي الهايبقلسامية لها فترة معينة فبالتالي لو قالت يا دكتور رحمد في وقت في فترة زمنية بسيطة المريض ده راح مني تمام فلازم بنصح المريض بتاعي اللي أنا بديله العلاج بقوله ممكن على فكرة مريض السكر اللي بياخد إنسولين أو المريض اللي بياخد حبوب ممكن يحصل له غيبوبة طيب من اللي بيحصل له غيبوبة سكر يا دكتور رحمد فيه حاجة غريبة جدا أكتر المرضى محافظين إزاي؟ بتلاقيه محافظة على الأكل بتاعه ما بياخدش سكرات كتير ليه؟ وعارف إنه عنده سكر فبالتالي مش عايز ياخد سكرات كتير عشان ما يدروش نفسه ملتزم جدا 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 بالعلاج تمام؟ يعني هو بياخد علاج وملتزم بالسكر فمعادلات السكر بتاعته كويسة ممكن في يوم بقى يحصل له شوية مثلا إيه؟ ضغوط نفسية تنشان مدهق من حاجة بتاع الحاجات دي بتأثر على نفسية شوية ممكن تهبط سكر معه ممكن ما يكلش كويس في يوم ولا حاجة مع العلاج اللي هو أخده وما بيكلش سكر وما بيكلش إن شعباته حاجة من دي ممكن السكر يهبط معه فأكتر الناس اللي ممكن يجي لها غيبوبة جليسيم الكومة اللي هي الغيبوبة بتاع السكر اللي هي بسبب انخفاض السكر مرضى الملتزمين مرضى السكر الملتزم أو الله بتلاقيه ماشي بياضة وبيروح يتماشى وبيروح جيم عشان يحرق السكر فهو بيشتغل على الحرق بيشتغل على الحرق وفي نفس الوقت بياخد العلاج وفي نفس الوقت محافظة على الغيزة بتاعه فسكره مزبوط فده له أسهل واحد ممكن يجي له إيه أو مرضى الإنسولين اللي هو بياخد إنسولين ممكن ياخد جرعة زي ده وما يكلش ما يكلش كويس ده برضو ممكن يهبط سكر معاه عشان كده أي مرض سكر بياخد إنسولين دايما دايما بيقوله بياكلك معاكي يعني بعدها بعشان دايول الحاجة بياكو لأن بعدها لو السكر اتحرق في الجسم بيديدخل طبعا في غايبوها ده بيقوله مشكلة بيقوله حضرك مشكلة بتبقى صعبة شوية أما المرض بقى بتاع السكر اللي هو العالي لا عادي ده بقى لو راح بيه بس ده طبعا بقى في حالات بقى بتحتاج طبعا لازم حاجزه في المستشفى لغاية ما يتنظم بتاعه ويتنظم السكر بتاعه هو عادي فيه نوع بقى تالت من الغايبوع بتاعت السكر دكتور أحمد وليه نوع بصراحة ببقى خطير ويعني هو من الأنواع الغلسة شوية يعني بالنسبة للأطباء وبالنسبة للمرضى اللي هو الغايبوع بتاعت الأسيتون اللي مرتبطة بالسكر اه هو الأسيتون الأسيتون ده نوع من أنواع الكيتون باز اللي هو أنواع من أنواع الليبت اه ما اقول لحضرتك أن الدهون لا صورة حاليه و الجرام الواحد من الجولوكوز بيدى أربعة صورة حاليه ايه هو صور الحالي الحالي؟ رحاليه هو مقياس الطاقة اللY بحرقها الجسم تمام فواحد جرام جولوكوز ب partingلي اربعة صورة حاليه طب واحد جرام دهون بيعمل أدئة صورة حاليه بيعمل تسعة صورة حاليه دع في السكر طب لي에 الدهون ما بنخ rationale ونتحرك بيها وتدينها طاقة لأن تحويلها عملية مؤقتة شويه وبتاخد وقت طويل في الجسم وبتحتاج لطاقة علشان يتحول الطاقة دي بناخدها منين بناخدها من السكريات بسكريات بتديني طاقة علشان أحرق الدهون عشان تحول لغلوكوز وده على فكرة بيكون مهم جدا في أثناء الصيام يعني أنت أثناء الصيام مثلا سكر اللي عندي يتحرق طب أنا هجيب سكريات منين يعني ممكن مثلا 12 ساعة عام هو سكر اللي عندي المخزون والسكر في إيتو ببدأ أحول الدهون لسكريات فإثناء الفترة اللي بتاعة الجوع وكده ده بنعمل إيه الدهون اللي بتبقى موجودة بتبدأ تتحول في الجسم لسكريات ويبدأ المريض أو الإنسان يتعايش بها لغاية المعادة على الفترة تمام؟ صح ولا؟ صح؟ فالحتة بقى بتاعة اللي هي الدهون اللي بتتحول لسكريات لسكريات ده عملية مؤقتة شوية بتاخد وقت طب لو المريض ده سكره وطي وفي نفس الوقت فيه لبيد بتتحول فيه دهون بتتحول لسكر علشان تعوض والسكر اللي عنده مش مكافة طاقة اللي عايزة تتحول للدهون لجولوكوز بحصل إيه؟ بحصل تكون نوع من أنواع أو أنواع من من الدهون اللي هي الكيتونات تمام؟ اللي مضمنها الأسيتون بتترصب في الدم بتبدأ بعد كده تسحب الكيلة بتسحب عشان تخرجها في البول فبتسحب مياه كترة جدا 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 من الجسم وتقدر تخرجها في البول فببدأ المريض ده بيعنده تباول كتير رحت البول بتاعته متغيرة عشان الأسيتون لازل فيها ورحت البول بتاعه الفم بتاعه بيبقى مغير رحت الأسيتون بصدبط اللي هو عامل زي السبيرتو كده حاجة يعني أنت حتى المريض اللي بيدخل في الطهورب الغايبوة دي بيبقى رحت كأنه كأنه في كحولة أو سبيرتو بتحس إنه زي ما يكون شارب كحولة أو شارب حاجة بتاكن مش شارب سبيرتو أو حاجة بس هو ده مريض مريض سكر المريض سكر والسكر عنده هبط شوية والكيتون بتاعه ما فيش اللي هو اللي بيد ما تحولش للجولوكوز عشان ما فيش طاقة عنده تمام فبالتالي ده اتكون الأسيتون فالأسيتون ده عامل غايبوبة عنده ليه؟ لأنه صحب الدم كله وبعدين بيسحب الدم من كل الخلايا بيسحب الماء من كل الخلايا فبيسحب الماء من الخلايا المخ المخ نفسه وبقى شفاية فبيقوم داخل في الغايبوبة دي تمام طب ده علاجها ايه؟ علاجها ببسيط برضو يعني علاجها بسيط بس لازم طبعا بيتحجز يعني يعني ده لازم في المستشوى لازم في المستشوى بيتحجز لأنه بيتخذ له بقى ايه؟ بنديله جولوكوز علشان يساعد على تحول الدهان علشان يبنطلع عندي جولوكوز ده في الجسم اه تمام تبديل جولوكوز علشان يتقع علشان الأسيتون اللي موجود في الجسم ده يبدأ يمشي في الخطاعات بتاعة التفاعل والاكمية بتاعه علشان يوصد لجولوكوز تاني حاجة بقدله بقى إنسولين علشان برضو ايه هنظم له السكر بتاعه لأنه بديت جولوكوز فهو مريد سكر فالسكر هيعلى معاه فلازم بدي نسبة إنسولين يبقى أنا بعالك بإنسولين مع سكر آه بعالك بإنسولين مع سكر تمام؟ مفهومة قدر أحمد لا 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 دي مفهومة يبقى حتى كده دات تلت نوع يمكن ما اسمش عفاقوي اللي هو الأسيتون غيبوت الأسيتون ودي بعرفها من رحة الفم أو رحة بقوله هو مش فايق طبعا بزيات المريض مبقاش فايق في الحالة اللي زي دي وممكن يبقى فايق على فكرة دكتور أحمد بس دي رسالة حيات بتوجه برضو الشباب والأطباء ويخلي بقى لأخذ المريض حتى بتاع السكر برضو يعني الشباب والأطباء اللي لسه مثلا مجودات في الاستقبال ممكن يشخصها بطريقة بساطة جدا إنه هو بيشوف بيبقى طبعا عشان بيسحب المياه من الجسم بيبقى في جفاف في الجلد بتاعه في الجلد بتاعه بيتلاقي جفاف لو شم ريحت البلوء بتاع المريض بيتلاقي فيه أسيتون طالع لو عمل تحليل للسكر بتاع المريض بيتلاقي ممكن السكر طاقة هو يخاف يشم دي ربعا عشان الكورونا يا دكتور لا هو بيخاف يشم ماشي بس أنا بقول لأ حضرتك يعني ممكن جفاف في الجلد كده فالله بيبقى ريحته باين يعني حتى متقرب منه وقتية تتكلم معاه بتلاقي ريحة باين المريض داخل ممكن حتى مش احنا بس عشان وقتنا بيخلص عايز حقيق يعني نصيحة أخيرة تقولها لستادة المشاهدين في العيد يستمتعوا بالعيد بأكل العيد وفي نفس الوقت ان شاء الله ان شاء الله ما يحصلش مشايك لا للصحيح ولا اللي عنده مشكلة مرضية ان شاء الله حيقول لنا كده يعني نصيحة صحيحة أقدم بسطة بسطة كده لستادة المشاهدين طبعا أنا يعني مش عايزة كون أنا ضايقتهم في الكلام بتاعي أو أن أنا بقول لهم احرموا نفسكم في العيد أو حاجة لا احنا مش عايزين نحرمكم في العيد مريض السكر يخلي باله من السكر لو كان ياكل كحكاية أو اتنين ياكل مثلا بسكوتية أو اتنين في اليوم ما ياكلش يعني تلات ممكن بالكتير أو تلاتة يعني بالكتير تلاتة على مدار اليوم وده كتير على فكرة بس ما يزودش عن كده عشان يحافظ على السكر بتاعه تمام مريض الضغط عايز ياكل في سيق لازم لهم حذير زي ما قلنا مع الدكتور أحمد يعني مش عايزين نحرمك كل حاجة على قد نفسك بس يكون ضغطك مسموح ما يكونش ضغطك 150 و160 على 100 يعني يكون ضغطك في العادي وانت منظم نفسك مع العلاج بتاعك عادي تمام ما ياكلش جبنة قديمة بقى كتير نفس القصة ما ينخل القصة ما يبضه فيه بضه ما يلح ما فيه ملح بس لا بس الفيسيخ أخطر الفيسيخ أخطر اه الفيسيخ أخطر تمام تمام بنقول للمريض بتاع السكر اتعايش مع مرض السكر بتاعك خد علاجك مارس رياضة ما تزودش من أكل النشويات ما تزودش من أكل النشويات ما تقولش دهون كتير عشان تحفظ على الشرعين بتاعتك تمام لازم متابعة دورية لمريض السكر بالنسبة للعين لأننا ما اتكلمتش في الموضوع لأننا برضو من الحاجات اللي هي بتأثر عليها اللي هي بأثر على الشباكية وبيعمل ارتفاع ضغط تعالي لازم يععمل فحصقها عين كل ستة شهر أو كل سنة مثلا عن دكتور أخي الصائعيون تمام عشان نحافظ عليه بالمخاطر بتاعته ولو حسد بتنميل فوق أطرافه ولا حاجة لازم تترجع دكتور السكر عشان تقود حاجة تكون للأعصاب الطرفية اللي عندك تمام عشان برضو ما نتقلش برضو في الحاجات اللي هي بتاعت الضيابيتك فوت اللي هو القدم السكري والحاجات دي لازم نقود حاجات توسع ونشوف الكوليسترول والدهون نتابعها باستمرار مع السكر يعني السكر لازم نتابع معه الدون السلسية ونتابعها الكوليسترول لأن ده ممكن يسبب مشاكل في الشرايين يقفل شرايين يخلي الإمداد الدم ومش موجود في القدم فممكن مع أي جرح مع أي حاجة ومع ارتفاع نسبة السكر ما يبقاش في علاج للرجل ممكن تدخل في قدم سكري وباتر وحاجات ما احنا الله يعافينا يعني ما احناش في غناء الحاجات دي فبقول للمرضى استمتاعوا بعيدكم كله بتوازن ما تحرموش نفسكم بس كله باعتدال وانتقلوا بقى من فترة الرمضان اللي كنا مريحين في هالمعدة لأننا نرجع للعيد برضو مريحينها وننظم أكلنا في أوقات معينة وما ناكلش بقى كتير كده وما نفردش في الأكل في الفترة اللي جاية وكل سنة وحضراتهم طيبين وإن شاء الله كل سنة وحضراتك طيب وحضراتك طيب دكتورنا الجميل الدكتور سيد مور استشارب بطنة انتشرفتنا جدا 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 النهاردة وكلنا أنا شخصيا عن نفسي مستمتع جدا بالحلقة محليك واستفدت كتير جدا وأكيد السادة المشاهدين برضو استفادوا يا رب يكون السادة المشاهدين استفادوا مننا وكل سنة عمى طيبين ويتعد عليهم بالخير كده إن شاء الله وإن شاء الله دكتور رحمد ما تكونش آخر حلقة وإن شاء الله يبقال لنا حلقات كتير بإذن الله عشان لكل السادة المشاهدين يعني دي رسالتنا في قناة الصحة والجمال إننا نحن دايما نوصل للناس المعلومة الطبية المتميزة والمزبوطة كمان بإذن الله بإذن الله أتمنى الشفاء للجميع وعيد سعيد عليكم وكلكم وربنا عيدوا عليكم بالخير كده وكل سنة وحضراتكم طيبين مشاهدين في نهاية حلقتنا بنشكر على الأستاذ الدكتور سيد المور استشاري البطنة وزي النبي عليه الصلاة السلام ما قال من أكتب من 1400 سنة ما ملأ ابن آدم وعاء شر من البطنة فإذا كان ولابد فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه مشاهدين نتعكم الله جميعا بالصحة والعافية والستر وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وفرح وهذه تحياتي أحمد عبد الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة